السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفترس جديد على قناة مضام المياه ان شاء الله فيديو اليوم سوف نختم هذا الوجه اليوم سوف نصبر لكم مراحل خطوة بخطوة ان شاء الله سوف نتبعوهم بالشرح و سوف يكون عمل واضح و باينت منها انه يجينا الاعجاب فالخطوة الاولى ان شاء الله سوف نبدأ بها أنا استعملت هنا لسباقة البخاريطة هذا اللون باج سوف ننضيف الوجه كامل نحن نساب سيفقا سوف ننضيف الوجه سيفقا عمل الوجه سيفقا سوف ننضيف الوجه بكامل ومن بعد سوف نقوم باضح الوجه سيفقا كان شئ يدري بالترنت للمسيش ل imaginer لأنها قريبة الوجه سوف يكون هو الوجه سوف ننضيف الوجه الوجه يجب أن تكون لغة متالك هذا الرقم هو 45 سوف نصوركم حتى الأرقام لأنه بزرد البنت يجب أن يعطينا تلك الأرقام التي ستخدمي بها سوف نأخذ السباق سوف نطبقها طبقنا الكوش الثاني سوف نزيد الكوش واحدة أخرى في البلايس الذي يجب أن يكون أفتح أن يكون أفتحاً أفتحاً في هذا المطور سوف نصفهم بلون نوع لكي يكون أفتحان وكي يكون أفتحان بلون مغلوق والسود سوف نطبقه في الجنب السباق تقريباً في كونطور الوجه وفي الحواف سوف نصفهم لأن الأنف سوف نطبقه بالتصف الأنف سوف نصفهم الأسود ونضع قليلاً قليلاً على فما المخصص باقي البيضاء دائماً نعمل بالكولور متاليك هذه فابريك. الرقم ديالها 44643. وحتى هي من نوع متالك. ولكن ده مارك فابريك. ماشي بخريطة. غادي نخدم بها هادا كلوس ديال النيف. وغادي نخدم بها هادا كونتور ديال العين. يعني بحال لابوبييغ ديال العين. بوالا أنا ختمتهم. للاحطو راح البيض مختلف شيش فيعلى الباج. هادا كل الفرق ما بين البيض و ما بين اللون الباج. غادي نديرو بلونوار. باش يباليها هاديك لابوبييغ اللي هي مدليا لالالعين. غادي نديرو لونوار. وغادي نتاليو صباقة. ما تخليوش لي الخطوط بايني هكذا. دائما صباقة مني كنحطوها كنمشيوها كندمجو اللوان. باش ما يكونش اننا الخدمة عايبة. غادي تسمحوا لي على تصوير. لان صراحة ما كاش عندي الخاطر باش نصور. ولكن قلت علاش للا ما باختاجيش معكم فكنت كنصور بيت وكنخدم بيت. ولكن نتمنى ان الفكرة تكون واضحة والصورات تكون واضحة. وطريقة تكون باينة. ما يكونش فيها غموط. كنبقى نقطع لي دا كل الصباغات. نمزجها مزيان ما بين الكل وما بين البلونكاسي. حتى كيتمزجهم مزيان. فكيأطوني ان تطلعين كجي غارقة شوية ضل وضو كيلي بزاف في الرسمة البنات. دروري تعرفوا شنوما الاماكين اللي خصوهم يكونوا مضلين. وشنوما الاماكين اللي خصوهم يكونوا مضوين. الانتالي لنأخذ قطرة لنظر يوم. تقتل هذا الوسط لنظر العين بالكحل. ونطلع العين وهنا من هذه الخطوة ليكون قطرة البيضاء. نظر هذا البيضاء. وزر هذا القطرة باللون اللي اختررتم الاماكين بالماء. انا سerez تقوز باركواز. انتم ترون الماء اللي انتم ترون. تروني كالكوحل اللي شبكوا لن تروني كيبوا انتم كيف ترون انتم باركوز على العين. سوف نقوم بعمل هذه المساحة بشكل فانسي اللون سوف نقوم بعمل ونرجع مع عبادتنا لنرى كيف سوف يأتي نحن نقوم بشكل فانسي بهذا اللون تركوز نقوم بعمل 433 سوف نطبق اللون في وسط العين وهذا الشكل كيف يأتي نقوم بعمل نقوم بعمل ونقوم بعمل بعمل ونقوم بعمل 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 لنقوم بعمل كيف تدخل الألوان لا نظر بعمل سوف نقوم بعمل إن شاء الله بعد ان نقوم بعمل حيث لنقوم بعمل سوف نقوم بعمل لنقوم بعمل وكيف يأتي بحالة الأزواج لنقوم بعمل تنضيف هذه الأشكال عشوائيا شيء كبير شيء صغير كل واحده كيفاش جوا عشوائيا تنضيفهم ما مضمين ما محصر من المسافات ما هو هلو نستمر ونضيف الوجه كامل ونرجع مع وضياتنا هذا هو شكل دياله بعد ما عمرته بالنسبة لهذا الأنف هنا نضيفه واحدة نقيطات بصباغة كحلا ماشي بالفاشيون بصباغة هنا حتى هو واحدة نقيطات اللي غا يكونوا بحلا كنقول المسام اللي غا يخرجوا منهم على المستاش ثم نقوم بحلا كنقول المسام اللي غا ندخل انا غا ندخل هات الاسفر مع هات الغزان دياله وطور كواز بيانسيو اللي خدمنا بالعين وغادي بدان نختارها شوائيا بدان نوزع اللون ديالي باش يجي اتوزع مقاد هانتو مبحان اللي كتلاحظو انا ازدابايا اللون الاسفر هات البريسات هادو اللي خليت خليت واحدة البريسات اللي هما صغير وراين ماشي ماشي كتار غادي ندخل لهم بالكهل يعني غادي ندخل لهم اللون واغ يعني الابعد اللي يكونوا اللي في الوجه تشوكواز الغزان دياله السفر و اللون واغ بعد بالفاشون غادي ندخل لهم بالكهل وغادي نخرج الشعيرات ديال المستاش بحليك تشوفو انا خرجت واحد الشعيرات بويد في الجن ديال الوجه باش يعطيني انه رحم زغب وخرجت واحد الشعيرات بويد في الودينات بحليك تشوفو باش يكون الشكل نهائي ديال الليوباق ديالنا هو هذا بحليك تشوفو دا بايا نتمنى الاعجابكم لا تنسوش تشوفو في قناة الناس لمسا ما اشتركوش واستودعكم الله الذي لا تضيع ولا يعوه